ها هو ابن عمي أحمد قد جاء أهلان يا ابن عمي كيف يمكنني أن أساعدك؟ مرحبا سامي كيف حالك؟ بخير والحمد لله إنني أفكر بالفيديو القادم الذي سأعده للطلاب حسنا ربما يمكنك مساعدتي إنني أحاول دراسة أشكال مختلفة حسنا ما المساعدة التي تحتاجها؟ انظر إلى الأشكال هنا لا أعرف طريقة لتصنيفها حسنا هناك أكثر من طريقة لتصنيف هذه الأشكال الطريقة الأولى يمكنك التفكير بعدد أضلاع كل شكل كيف يمكنني معرفة ذلك؟ حسنا لننظر إلى كل شكل ونفكر بعدد الأضلاع الموجودة فيه الشكل الأول هنا فيه هذا الضلع هنا الضلع هذا وهو الخط المستقيم بين هاتين الزاويتين هذا ضلع واحد ضلعان ثلاثة أضلاع أربعة أضلاع الشكل الأول فيه أربعة أضلاع حسنا أعتقد أنني فهمت ماذا عن الشكل الثاني؟ حسنا لنرى بالطريقة نفسها يبدو أن هذا الشكل لديه واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة أضلاع ماذا عن هذا الشكل؟ هذا الشكل مثير للإهتمام لأنه لا يوجد فيه أي زوايا أو أضلاع فالشكل منحني بالكامل بما أنه لا يوجد فيه أي زوايا فليس فيه أي أضلاع إذن هذا الشكل فيه صفر أضلاع دعني أكتبها بطريقة مرتبة أحب أن أكتب الأشياء بطريقة مرتبة صفر أضلاع وصفر زوايا دعنا نكتب نفس الشيء للأشكال الأخرى الشكل الأول فيه أربعة أضلاع ويمكننا عد الزوايا الزاوية هي المكان الذي يلتقي فيه ضلعان هذا الشكل فيه واحد اثنان ثلاث أربع زوايا أربع زوايا والشكل الثاني فيه أيضا أربعة أضلاع و واحد اثنان ثلاث أربع زوايا إذن هذان الشكلان فيهما أربعة أضلاع وأربع زوايا وكما قلت هذا الشكل فيه صفر أضلاع وصفر زوايا ماذا عن الشكل الأخضر؟ فيه واحد اثنان ثلاث أربعة أضلاع وفيه أيضا واحد اثنان ثلاث أربع زوايا إذن هذا الشكل فيه أيضا أربعة أضلاع وأربع زوايا لا لا هذا الشكل مثلا لا يوجد فيه أي أضلاع أو زوايا والشكل الأخير هذا لا يوجد فيه أربعة أضلاع أو أربع زوايا إذا عددنا الأضلاع والزوايا نجد أن هذا الشكل فيه واحد اثنان ثلاثة أضلاع وواحد اثنان ثلاث زوايا الشكل الأخير فيه ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا شكرا جزيلا يا سامي بالمناسبة كنت أقرأ مجلة للأشكال ذلك اليوم وقرأت فيها أن هناك أكثر من طريقة لتصنيف الأشكال مثلا يمكنني تصنيفها حسب طول الأضلاع أي هذه الأشكال لها نفس طول الضلع تماهل قليلا يا أحمد إذا نظرنا إلى هذا الشكل نجد أن فيه أربعة أضلاع لكن هذا الضلع الأخضر أقصر من هذا الضلع البنفسجي إذن ليس جميع أضلاع هذا الشكل متساوية في الطول وإذا نظرنا إلى هذا الشكل هنا يبدو أن هذا الضلع وهذا الضلع متساويان وهذا الضلع وهذا الضلع متساويان جميع أضلاع الشكل لها الطول نفسه ونفس الأمر ينطبق على هذا الشكل هذا الضلع يساوي هذا الضلع وهذا الضلع وهذا الضلع أيضا نفس الأمر نلاحظه في الشكل الأخير هذا الضلع له نفس طول هذا الضلع وهذا الضلع شكرا جزيلا يا ابن عمي سأذهب الآن وأصنف مجموعة الأشكال الموجودة في بيتي سعدت بمساعدتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر